موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم مرة أخرى في عالم مالك كما ترون الفيديو اليوم سوف ننظم كما تروني وطريقة كما تروني ونضمها في الخزانة وكيف نعلق البونتالون وشميس وشميس وشكل شيء سوف نعلمكم في هذا الفيديو هذا الموضوع سوف نتجد مني الكثير من المشتركات اليوم سوف نصور لكم هذا الفيديو أول شيء سوف نبدأ بها هي البونتالون كثير من الناس يعلقون البونتالون بهذا الشكل هذا وكيبقى يمشي ويجي في العلاقة ودفوك يبقى الطائح صفيف في البلاكار يعني هالطريقة مشي عملية سوف نملككم هالطريقة الي هي جد سهلة وغادي تكون عملية أول حاجة سوف نسرح البونتالون على هاد الشكل هذا وغادي نجيب العلاقة نحطها هنا وندخل هاد الرجل هادي هاد الجي هنا مقابلة للرجل الاخرى يعني غادي نخلفهم على طريقة وغادي نخلفهم وغادي هالشكل هاد فيما كتشوفوا وهكذا ما غادي شتايح ما غادي شتايح غادي شتل عرض كامل تقريباً وغادي وغادي ميتحلكمش في البلاكار وغادي هادي هي التاريقة وغادي نوريكم الراخرى فطالد البيتات قدروا تديروا هاد العملية هادي نعودها لكم الراخرى وغادي تحطوا الراقة هنا يجب أن تخلق هذه الرجل هنا و تجد من الجهة المقابلة و تجد من الجهة المقابلة و تجد من الجهة من الجهة بحل ضب نيوغ عملية جدا سهلة و لا تجد من فانطالون و قشد الفانطالون هذه هي الطريقة الأولى ثانية حاجة التي أريد أن أمرها لكم هي الشميس كثير من الناس الذين يتعلمون لها الشميس هل كم حلولة تحت البلاكات أو يصدوها صدافة كاملين و يجميل بسرعة يبقى عدوا حلين يحلوا الصدافة هل كيف تعلقوا الشميسة ديالكم أو القنجة تصدو غير الصدفة الفوقانية هل ها كده و تجد من الجهة و تجد من الجهة أولا تجد من الجهة ها كده و هناك ستبقى تظهر بكم الشميس ستبقى تصدو دامن هنا و من التح و من التح ستبقى تطح لكم في البلاكات و من التح ستبقى تسهل لكم العملية بس من جيد تجد من الجهة و تبقى تلبسوا الشميس ديالكم هذا هي الطريقة الأولى وبنسبة لشميزي لبوتو الطويوها مثلا معتكمش اسباس في البلاكار ديالكم فيك تتعلقوا لبوتو الطويوها هنوريكم طريقة كيفية تجيروا الطويوها اول حاجة هدي تصدو كما أريت لكم صدفة الفقانية والدحتانية كما أريت لكم قبيلة و هادي تصلحوها شميز هالطريقة هادي و هادي جيبوا كماما اللولا تصلحوها بحالها كده و الكمامة الثانية احتالية و هادي جيبوا هاكده هاكده و هادي هاكده خاليفه و هادي جيبوا و نتنيوها على ثلاثة و هادي هي الطريقة كيفية شكنتوا على اليو شميز تستطيعون تضيفون تطنيوها مثلا معتكم شئ الاسباس وكتو ستضيفونها في مجر تستطيعون تضيفون تطنيوها و توقفوها بهذا الشكل هذا مهم هذه إلا مكشفين الاسباس وكتو ستضيفونها في المجر سنعطيكم الآن بالنسبة لتي شيرت كيف نفعلون دواءهم لتي شيرت سنضيفون بهذا الطريق سنضيفون هنا و نتنعوا بحلها كده و نود بحلها كده و نركب الشرط و نضيفون يشفين و نضيفون و نضيفون و نضيفون و نضيفون ما زالت في طريق سنل machen و لدينا مجمور وما هالشيشي اتنين على الاسباس بالزرس وقتولا مكاشبتكم ماني الاسباس بالفيد نضمو الكسيوات ديالكم على هالتطريقة زوينة بزف وما كيتقردوش يعني اشحال نبقه في بلاكا ومين جدوهم قد تلقوهم بسر الحين نحن نعود ندريكم هاد العملية بنصدار في تطريق كوات اللي عندهم يدين طوال بيمانش هادي تتنيو احنا عيار جيوزنا والتنيو بحال هكذا اتنية ومبادة تجيبو الكمامة بحال هكذا سرحوها ومبادة تجيبو وتلويو قوغازينو كتلويو بحال سيجار ومبادة من يتوصلوا هنا عيار غادي تجمرو تجيبو بحال هكذا كما كنتشوفو ما كنتش تشكالي اسباس في الخزنة يعني صغير ولا صغير بحاجم ديال صغير بزاف ثاني حاجة اللي غادي نوريها لكم هما هاد ليبيل هادو كين بزاف ليبيل ما كان لقوش فيه مثلا هاد الخيوض هادو اللي كيش دولينا اللي كيش دفل على اللاقة باش ما يزلقوش ما كانش مثلا فيهم الخيوض هادو غادي نوريكم هادو الخيوض هادو هادو غادي نوريكم هادو الخيوض هادو اول حاجة كنصرحو هادو بحال هكذا هادو بحال هادو خيوض هادو حاجة كنصرحو مدينة سوف نضع المنزل مع الاغراء والضغطة من السابق و النبضة سنقوم بجرد المنزل سوف نضع المنزل و سوف نضع المنزل فالمغطة نزيل و المبضة بشكل مضع المشدود ولا تقرد لكم ويبقى اشترد للمشدود هذه هي الطريقة بالنسبة لكولون سواء النادي الكبار او الصغار نقول لكم طريقة هي جد سهلة كيف اشدروا الطواب وما يشدو لكم اشتركوا في البلاكار ديالكم او الخزانة هذه الطواب هنا نقضي اشتركوا في النادي ونقضي الكولون نقضي المتوسط ونقضي الكولون ونقضي ينقضي النادي الكولون نقضي هذه الطريقة نقضي النادي تجمع نفس الطريقة التي سيتبهها تي شيرت وهذه هي الطريقة الشتورة مكيش تشكي على اسباس نهائيا ولو تتعلقوا مثلا بالكولون مثلا عندكم اسباس كما أريد لكم انا حويجات بنتيجر كنا نعلقهم ولو تتعلقهم نفس الطريقة التي سيتبهها السروال و تجيبوا تلك الشرطة و تجيبوا هذه الطريقة و تجيبوا تريكو مثلا التي ستبسوه مثلا الانسامل و تجيبوا تي شرت و تجيبوا تي شرت وهكذا سيكونوا متأكدين أن الكونوا لا تشتح و لا تشتح هذا الطريقة بنسبة لديه بغضر سيكونوا نفس الطريقة التي قمنا بها تي شرت سوف أجبها إلى هنا و نروح اثنين و يطلق واحد عذاب الماء والطريقة سوف تشمع في القفض الأيبات، إيجاد الوصول للمشاهدة سوف نقومون بأيض وأفضلوا بأيض ونقومون بأيض ونقوم بأيض ونبدأ الوصول بالقفض ومتعطيكم هنا في النص ويجبون لعبة هذه الطريقة ومتعطيكم ومتحة في هذا الشكل هذا وكذلك تجمعوا هذه الطريقة كما ترى يجبون تطغيرهم بزاف ومع هذه الشيء يجبون لكم الاسم في المجهورة لكم أبلا فين هاتت تضعهم ثاني حاجة اللي سنرى لكم ويسألوني لها بزاف دي المشتركات هي مثلا البيجامات كيف أشكين دير نطغيرهم في نسبة البيجامات يجبون مع اختيارية إما غادي تديروا البانطالون الداخل او تريكو اللي غادي يكون مع في نسبة البانطالون غادي نجيبو ونصر الحوب هالطريقة هذي نطغيرها لاجوج وغادي نجيبو مثلا تيشورت ديالو اللي غادي يكون معه وغادي نطغيره هالطريقه هذي نطغيره هنا هاله كده وغادي نجيبو هناية الوسط وغادي نطغيره انا له هنه هناية وغادي نطغيره هالطريقة هذي سوف نضعها بهذه الطريقة في المجر يعني انا كنتم بيجامان تيالي في المجر على احسن فيك كنتم بيجامان تيالكم وكين واحد طريقة اخرى مثلا تقدروا تديروا السروال داخل تي شرط ديالو سيجيبوا السروال بغمتكنه طويتو على هات الشكل هذا سيجيبوا تي شرط على هكذا وكوية ذهابت بالتريق و هكذا سيجيبوا سيجيبوا البيجامان تلقاوها على هالشكل هذا الى ايضا امام بالجلال البيجاما الصغار اضعما العديد عن الفئيجاما نكامل اضع البيجاما طويلا بجلال اماما اضع امام المعنى اضع بنايل الداخل نجيب هذا اللي بحلها كده وهذه بحلها كده وكان طويل فالطريقة هذه وهكده ستكون البيجاما فيها السرغة للداخل من الممكن أن تكون البيجاما بشيبسوها ويقالها طويلة إلى هذا الشكل هذا بالنسبة لهذه النوع من البيجامات اللي هما مصدودين كيف نضعها الطريقة أول حاجة سنضعها بها الطريقة هذه سنضع بكمام واحدة منها فوق منها ونبدؤ نضعها وهذه الطريقة بتلقية نص نحاول لقاء الدرجين ونضح هنا ونضم الضياب فى النص ونضم الضياب ونضم الضياب فى الضياب فى المترجم او في مجورة ديالودي اضعهم بهذه الطريقة اما عرض او طول كيف شركهم من ضمينه اخر الحاجة اللي غد نوريها لكم هي هاد اليشال هادونا كيف شده لكم باش ما شدو لكم الاسباس غد يجيبوهم عرض بحال هكذا وغادي الطوي بنيا كما درنا اللي تي شيرت ولي كونوين دائما استعملوها طريقة هادي اللي غادي تسهل عليكم العملية ذا الطوي وغادي تديرو هاله هاكذا تجيبو حد نيا هاله هاكذا فلوس كما غادي نوكا تسلحون من بيت نياخرا هاله هاكذا طاقة دنيا اخرى هاله ها كذا اضافي وغادي نجيبو بهذه الطريقة طاقة دنيا غادي ننصروا خلقتها الشهل غادي نجولها ونفس الطريقة اللي بنا هي تي شيرت كما احتاج طريقة جيدة سهلة ما غادي خالقه انكم الوقت كثير وغادي نضم لكم البلعكار ديالكم وهادي الطريقة ديالي كيفو كان نضمحون جياز كمشة طريقة جدا سهلة وما هذي شد لكم ليس بس في المجورة ديالكم او في البلاكار ديالكم إلا ما فهمتوش شي حاجة بهذا الشي خليوا لي كومنتر وبيان سينا هذي نجاوبكم سمننا لتكونو سفتو ولا وغيب القليل بهذا الفيديو إلا عجلكم فيديو ديروا لايك وبرتجيوه مع العائلة والأحباب ولي ما زال ما تابونتش مع ما لك تابون معايا هكذا بشي يوصلها الجديد ديالي يلا نقول لكم باي باي ونتلقوا في الفيديو الماجي إن شاء الله يلا باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة